واضحة هي المشكلة في عدن وواضح هو الخلاف بين الشرعية ودولة الإمارات لكن ما ليس مفهوما ولا مسؤولا هي التحولات التي مر بها الدور الإمارات في اليمن من مساند للشرعية إلى منازع لها على السيطرة والسيادة الحديث وفق هذا المنوال ليس بجديد لكن التطورات دوما ما تعود به إلى الواجهة هذه المرة من باب تصريحات وزير الداخلية أحمد الميسري التي أعقبت زيارته إلى أبو ظبي الميسري قال أنه توصل إلى اتفاق مع دولة الإمارات بشأن اعداد وترتيب العمل الأمني في المحافظات المحررة تحت قيادة وزارته مضيفا أن القيادة الإماراتية أكدت دعمها الكاملة لجميع مؤسسات الدولة في المحافظات المحررة وتقديم الدعم اللازم والمفتوح للأجهزة الأمنية المختلفة عبر وزارة الداخلية وترميم منشآتها ومقراتها قبل هذه التصريحات كان الجميع يرجع الوضع الأمني المنفلت في العاصمة المؤقتة إلى الازواج في الأجهزة الأمنية والانقسام في ولاءاتها ما بين الشرعية والإمارات التي أنشأت لها أجهزة أمنية ونخبا عسكرية خاصة بها في الكثير من المحافظات المحررة وعلى رأسها عدن التي أرادت الإمارات إبقاءها بعيدا عن سلطة الشرعية ومنعتها على الرئيس هذه نفسه تصريحات الميسر الجديدة ربما تشيء بجديد على مستوى العلاقة بين الشرعية والإمارات خصوصا وأن الرجل كان إلى قبل أن تطع أقدامه أراضي الإمارات محل رفض من قبل قيادة أبو ظبي التي سبق وأن جعلت من مطلب إقالته ثمنا لعودة الشرعية إلى عدن فهل نجحت الإمارات في إلانة موقف الرجل المناهض لدورها المقوض للشرعية ذلك ما لم يتأكد بعد اشتركوا في القناة